سائل يقول تزوجت حديثا مبروك عليك ونظرا لبعض الظروف الخاصة أريد أن أسأل هل يجوز لي أن أطلب من زوجتي تأخير الحمل لسنوات نعم يجوز تأخير الحمل ولكن لا يجوز قطعه أصلا يعني لا يجوز للمتزوجين حديثا يتفقوا المرات تحت نحي المبيض ولا دير عملية نحي الرحم ولا ينحي النسل أصلا لا يقول لديه مذرعي هذا لا يجوز حرام لأنه منافل لعقد الزواج منافل لأن طالب الذرية مقصد من مقاصد الزواج لا يجوز نفيه عن الزواج أما التأخير يجوز عندنا أزمة سكن والدولة قالونا باللي على عامين يعطونا يجوز نأخر العامين واش عليه؟ رأى الراجل مرش يخدم ورأى يحوس على خدمة يجوز نأخر حتى يصيب خدمة وإن كانت الأرزاق بيد الله ولكن يجوز التأخير التأخير وقعت مفاهمة بين الرجل ومرته بسبب من الأسباب التفق بشي أخر عام عامين ثلاثة أو ربعة يجوز ولكن لا يجوز قطع النسل أصلا فهمتها أو ما فهمتهاش الله فهمنا واللي فهمي فهم لي ما فهمش سائلة تقول زوجي يجبرني على تركي الصلاة يا عوذ بالله يا عوذ بالله وهذا زوج هذا الزوج يدفع مرته للصلاة الزوج يدفع مرته لقيم الليل الزوج يدفع مرته للصدقة الزوج يدفع مرته لحسن الأخلاق هذا الزوج يجبرني على تركي الصلاة ويضربني على أدائها لا حول ولا قوة إلا بالله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ينهى عن الصلاة ويضربني على أدائها وإذا وجدني أصلي يضربني بأي شيء يجده في يده فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الرجل لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الرجل مادم يمنعك من الصلاة ويضربك عليها لا يجوز لك أن تبقي معه وإلى حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته